السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي ازايكم يارب تكونوا بخير هنخش قاموا على الوصفة بتاعتنا والنهاردة معنا حكاية عايزين نتكلم فيها معنا شغل كتير بس اول حاجة الوصفة دي عشان سريعة جدا طيب ايه يا نصرة بتعملي ايه بتعملي ايه انا ما هعمل رز بلبن بطريقة سهلة جدا 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 طبعا كل سنة والطيبير رمضان داخل علينا وبنحب دايما ناكل حاجات مسكرة طيب معايا كوباية من الرز كوباية الرز دي انا غسلتها ونقعتها في كوباية مية دافية لمدة تلت ساعة تمام تمام بعد كده حطيت على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين او كوباية مية وكوباية لبن تمام ونزلت فيها كوباية الرز اللي انا كنت نقعها في شوية مية دافية اللي هي تقريبا كوباية مية على كوباية ايه رز تمام طيب ماشي بعد كده نصرة خلص عشان احنا عندنا شغلة حبيب تقلي اول ما غلية اللبن مع الرز مع المية على طول طفيت عليه وغطيته تمام اسهل طريقة اسهل طريقة في الحياة يعني طيب سبت وغطيته حوالي تلت ساعة او ربع ساعة تمام زي ما انتوا شايفين كده اول ما كشفت الغطة لقيته الرز مستوي تماما رحت بنزله عليه كوبايتين من الحليب تمام تمام وكمان كوباية من السكر كوباية من السكر دي يا جماعة ربع كيلو يعني طبعا لو انتوا حابين تحط سكر اكتر براحتكم بس هي كوباية كده بتثبت الدنيا تمام بعد كده بنحط فانيليا وبنحط كوباية طبعا الحلة مش وغدة فافضيتها في حلة تانية مش مشاكل عشان اقدر احط الكريمة وبنجيب معلقتين نشا هنا حطت الفانيليا وبجيب معلقتين من النشا بدوبهم فيه شوية لبن بردين تمام 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 يا قطأيت يا بتاتيت يا فتفيت السكر يا عسلات تمام يا ناصرة ايه يا ناصرة بتعلمنا الرز بلبن لا والله مش بعلمكم الرز انا اصلا كنت بعمل الاكلة دي فقلت ان مفيش مشكلة لو خدناها كده في الطريق واحنا مشين كده يكون نفسين انا كل حاجة حلوة نروح نزلوتها يعني هايز اقولكو الطريقة دي جميلة جدا جدا وسهلة جدا ما تقاضيش بقى كل شوية تقلبي وتقاضي تقفي على النار وتقلبي ويلزق ويشيت ويلجا ومش احلى حاجة ده طبعا هنا حطيت النشا ممكن على فكرة ما تحطش نشا ادي كبات الكريمة ممكن ما تحطش نشا خالص هو يعني بالرز طبعا بيدخل لوحده ولكن يا لواز تمسكيه حطي معلقة انا حطيت معلقة انت ممكن تحطي معلقة يبقى ازرف يعني تمام طيب عندك ايه بقى عندك ممكن ما تحطش كريمة طاهية او كريمة حلوية او اي كريمة مش لازم تحطي ممكن تجيبي فيه لبن حلو قوي اسمه لكتل اللي هو لكتل الفرش الاساس البلاستيك دي بصراحة ده احسن لبن في السوق وعندك كمان ممكن تجيبي من سوبر ماركت برضو الوقت فيه لبن البقري والجاموسي في ازاز كده زجاج ممكن برضو تجيبيه ومش هنسى اقولك طبعا لما تحطي النشا والدوبي خدي تقلبتين عشان النشا ده بقيت كس الفانيليا علشان النشا محتاج ان هو يستوي فمش اول ما تحطيته اطفلاء حطيه وقلبي تقلبتين كده تغلي غلويتين معاك وبعد كده ادفع عليه وعلى طول صبيه في الايه في الاطباق او في الكاسات او اي ان كان يعني تمام ولما يبرد حطيه في التلاجة ولما يبرد خالص يعني حطيه في التلاجة بس غطيه عشان وشه ما ينشفش بصنية بطبع باي حاجة غطيه وهو في التلاجة عشان ده بيبقى طبعا في نشا او طبيعا ما يبقاش الوش بتاعه نشف طبعا براحتك عايز حطي مكسرات حطي ولكن هم عندي ما بيحبوش المكسرات بيحبوه سادة كده بس عايز اقولك طريقة سهلة جدا ويه طعم الرز انا عايز اقولكو يعني الرجيم باز انا زلط طبق زي ده جامعا جيت ادوق معلقة لقيت نفسي بلعته بصراحة زالت او من نفسي بس بصراحة اتبصت او اني نكلته طعمه حلو بجد يعني حاجة سهلة وبسيطة ومتوفرة عند اي حد في البيت عنده رز ولبن هيعمل رز بلبن عادي يعني موضوع سهل وبسيط والطريقة سهلة جدا جدا وهتشوفي الحلة ولا اي حاجة لزقت فيها الاخر معلقة الدنيا زي الفل وستة امه قادم بتقولي الشغلانة دي حرام وانا بعز اسألكم ايه اللي حرموا وقلولي في الموضوع ايه رأيكم الحلة مفاش ولا الهوا يعني لحسناها لحسنا الحلة ياولات ايه دا ايه نصر الحلوة دي لا بجد يعني لو كانوا سابوني كنت كلت الرز بلبن دا كله بجد طعمه جميل جميل احلى حاجة خاصة بقى ممكن ناس في الصيف بقى اللي ما بتصحرش التكلها طبق رز بلبن كده في الصحور بقى كبايت زبادي تمام تمام هنخش بقى على الشغل اللذيذ اللذيذ المذيذ الفزيذ بص يا جماعة طبعا مش كل كل الناس طرف تشتغل بس الشغل الصح ايه هو شايفين الطريقة دي لما تيجي مكان تخشيه مليان طراب والحاجات دي عليها طراب كتير ما تنفضيش ما تنفضيش بفوتة كده ولمي لمي الطراب التكي كده ولمي الطراب عشان الطراب ينزل دي بلاش منا دي بلاش منا على فكرة بتأذيكي وفي نفس الوقت الطراب بطير وبيرجع تاني فالطريقة الصح كلنا بنعرف نشتغل بس امتى نعمل طريقة صح ما تأذناش ويتخلي شغلنا نضيف طيب في ناس هتقول لي يا ناصرة يا ناصرة كنت خلعتي يا ناصرة ايه شغل ان شغلك مش حلو يا ناصرة لا اقول لكم انا عندي شبه الفرش ده او نسخة منه مفروش في مكان في نفس البيت يعني خلعته وعملت فيها ملع الريف وغسلته مش قادر اقول لكم الفرش ما دخلش تاني الكسوة كشت وفتلت لان ما كانتش متخيطة حلوة يعني والدنيا بازت فنعمله كده وننطفه ونروقه وندلعه زي ما انتم شايفين بالطريقة دي وحامينا نفسنا وحامينا صحتنا وفي نفس الوقت نطفنا المكان والطراب ما ما يطلعش كده الفوق ويرجع تاني بس كده تمام كده طيب هقول لكم بقى القصة اللي امو آدم بتتكلم فيها النهاردة شدينا انا وامو آدم كده دخلنا في جدل امبارح مع بعض لا ده حرام لا ده حلال ايه هو يا نصر اللي حرام ولا حلال بكلمه بقولها بانتي انتي اساسا خريجة صحافة واعلام اربع سنين دراسة صحافة واعلام بدرجة جايد جدا مع مرتبة الشرف ويا ريتا كاتخدت مخدات الشرف معه المهم يعني طبعا يا حبيب قلبي مرحبتش بيكو كتكتي بطاتيتي فتفت السكر يلا يا قتأتي بطاتيتي اتنشطوا كده مع نصرة وامو كده يا ولادي حلوين يا امراء يا بنانيت يا ستاتيت يا فتفيت السكر امو اتنشطوا كده مع نصرة كتكتتكو بطتتكو وشغالوا واشتغلوا كده واتنشاطهم واتدلعهم يا حبيب قلبي يجعل يومكو سعادة وخير وطاقة وامل وكل حاجة جميلة يا روح قلب نصرة شكرا ليكو على دعواتكم الجميلة وعلى كلامكم اللي زي العسل ايه هي الشغلانة يعني الوقتي انا مثلا بقول لها بتتكلم بنتكلم عن الفلوس وعن النقد وعن القناة اللي هي فتحها وعن يعني ان القناة مش جايبة حاجة والافلام دي فبقول لها مش كل اللي بيفتح قناة بيكسب ملايين والشغلانة شغلانة صبر وحتى لما تصبري مفيش لملايين ولا بتاع ويستيها تباريها ان انت بتتسلم فرحت قلت لها تب بقول لك ما تسيبك انت من الحوارات دي كلها بروتين وطبخة ولبخة والكلام ده كله وتشتغل شغلانتك اصلا اللي انت درساها ايه هي النقد قلت لها يستي اعملي نقد طبعا هنا يا حباب قلبي مش هنسى اقول لكم ان انتو ما تكنسوش المكان فيه هوا هنجيب شوية مية في الجردل ونعمله بالشرشوبة ايه نصر الارض فيها تراب مفيش مشكلة لمي التراب بالشرشوبة ويا ست كب المية واخسل الشرشوبة وتعالي دور تاني نظاف الدنيا لان كنت لما تكنسي ات في مكان كله هوا التراب هيرجع تاني والغسيل اللي حواليك هيتبهدل قولوا لي بقى شطارة ولا مش شطارة لززة ولا مش لززة المهم فرحت قلت لها يا ست ام ادم يعني ايه حرام وحلال انا مش ادرا فهم هو انت دلوقتي لازم تطلعها تشتمي انت ده شغلك ومجالك انت واحدة درس صحافة واعلام انت مش واحدة خارجة محوة امية زي امك فانت يعني ده مهنتك وشغلتك وده دراستك فانت هتطبقيها على القناة يعني هتنقض في اين كان بقى نقضة مش لازم الناس اللي عامل قنوات على اليوتيوب في الصحافة في اين كان في اي مجال في التربية والتعليم في اي حاجة انت ايه مشكلتك ده ده اساسك انت النهاردة للمعلش يعني ما احترمي لكل الناس مش كل الناس اللي بتطلع تنقض هي درسة يعني تمام ولا انا غلطانة في كلام المهم ده يستوقفني كده حلو يستوقفني يا نصرة بقيت فايلسوفة يا نصرة ومسقفة بقيت بالسقفي عايز اقولكم ان انا كنت شغالة مع ناس من المشاهير المشاهير وطبعا مش لازم المشاهير اللي بيمثله يعني او اللي بيرقصه لا ما في مشاهير في الصحافة في مشاهير في الثقافة في مشاهير في الرياضة يعني تمام المهم ناس دول كانوا اه اسرة راقية جدا جدا عملل استوا ودرسين برا في بلاد برا أه بلاد برا مش بلاد جوة المهم من الناس دي الستة كانت هي وجوزها ناس الراجل كان يعادل تمانين سنة والستة كذلك الأمر تمام المهم الراجل تاهب جدا وكان تعبان بس تاهب قوي فالمهم قالوا له بنته وابنه طبعا متجوزين وعادين برا بعاد يعني قالوا له نجيب لك ممرضة تاخد بالها منك قال لهم لا من اللي هتاخد بالها مني ام وفاة فطبعا يا جماعة في الظروف دي في الوقت ده انا ما كانش يعني دي شغلانتي بروح عامل شوية اكل ورا وامشي طبعا انا بصرف على نفسي وعلى بنتي لا فيه ابيض ولا فيه اسوي زي ما انتوا عارفين يعني تمام المهم يعني انا مش موافقة ان انا اساعد مثلا راجل مسن في حاجة بتاع المهم بصراحة بقتني مدايقة جدا ومخنوقة ومكتئبة ومش مبسوطة بس انا انا باكل من الشغل ده وباشرب منه يعني ده اكل عيش اعمل ايه المهم خدت بعضي المهم الما الست مراته قالتلي طبعا الست مراته مكتش تقدر تخدمه لانا تعبانا ست كبيرة قالتلي قعدت بقى قالتلي لا ده الضرورات تباح المحذرات وبتاع ناس مسقفة يا جماعة ناس ولاد بشوات وبهوات وناس مستواهم راكي وناس يعني مش عايزة اقول لكم هم منها اللي انا قلتلك واتعرفوهم المهم اللهم وصلي وسلم عليك يا سيدنا النبي قعدت تفتيلي وبتاع فبصراحة رغم ان الست ثقافيتها عالية جدا لاني انا ما اقتنعتش بكلامها خدت بعضي في يوم كده يوم اجازة وروحت ضرق الافتة اسأل وهناك انه لقيت نفس الكلام اللي ضرق الافتة قالتولي والله العظيم زم بكلمكم كده ضرق الافتة قالتولي نفس الكلام اللي ست قالتولي قالولي الدرورات تباها المحذرات وانت ربنا يا جازكي خير وده يعني مش معقول بنته مرات ابنه او كده الناس اللي هي ابوها وزير ولا ابوها سفير ولا بتاعها تروح معلش تمرد راجل مسن او بتاع لا الناس دي مش هتعمل الكلام ده فانت ربنا يا جازكي خير بدو الناس ايه غلابة مش غلابة ماديا لا او غلابة ثقافية لا غلابة انهم اكبر في السن ومرضى فانت ربنا هيجازكي خير هنا طبعا انا نفسي ارتاحت وحاسيت ان القرش بتاعه حلال وكملت مسرتي ومش اي حاجة الله هو اعلم ورسوله قولولي في التعليقات كلام من مؤدم صح ولا كلامي انا اللي صح عموما انا في يوم الايام كده اكون فضية هروح دار الافتة واسأل في الموضوع ده هل ده حلال ولا حرام وانا معرفش برضو يعني ما درش افتي بس اكيد ادام انا ما بقولش كلمة سيء لحد او باشتم في حد او بخوت في اعراض حد اكيد اكيد يعني اكيد مش عارفة والله جماعة انا برضو مش عارفة افتي لان الفتي بدون دراسة او الفتي بدون علم او الفتي بدون ثقافة اكيد ده منتهى الجهل فلازم اكيد الانسان يكون عارف ما ينفعش ان هو يفتي فيشيل زنبه وزنبغي الناس اللي بتسمعوا او بتتابعوا فبالتأكيد انا همجيني فرصة هروح اسأل على شوية حاجات كده ولكن طبعا مش هنسى اقول لكم ان انتو برضو قلولي ايه رأيوكو في الكلام بتاع ستة امه ادم والجدل اللي احنا دخلنا فيه وطبعا حبيب قلبي كتاكيت ناسرة فاتحة فيش ناسرة يا حلوين يا مقطقطين يا شربطان بحبك قوي نفسي يبقى في رقم تليفون اكلمك واسلم عليكم نفسي كده يعني مش عارفة والله بحبكو جدا وكل واحدة بتكتبلي تعليق بتخيلها هي شكلها ايه وعملة ايه ومنين بحبكو ربنا يدومكو نعمة في حياتي ويا ريت يا كتاكيتي بعد اذنكو يا فتافيتي تشيروا الفيديو عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا وقناتنا كده تكبر وتفرع وتنشارح وتنمرح بحبكو جدا جدا ربنا يستركم ويساعدكم يعني يجعلنا رمضان واحنا بخير وسعادة وسكر زيادة وقللي بقى ايه رأيكم في شغل نصرة وايه رأيكم في كلام نصرة واشوفكم على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب نصرة